السلام عليكم. مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي قناة المسفيوية. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. يوم نشارك معكم وحطوا جين دي الكبيلة بالكبار والزيتون غير بلاصوس بالخضرة كي يجي زوين وكي يجي بنين في هذا البرد خصوصا اللي كانت كبيلة كبيرة بحجم كبير بالنسبة لكبيلة اللي بتواجيكم بنينة خاصة في السلق ديالها ولا في من تكونوا عاد سلقوها خاصة تديرو لها شوية ديال العطرية شوية الملح وشوية ديال كامون خاصة نملحها شوية باش جي بنينة حي تشيل درت لاصوس ديال اللاصوس اللي عطي فيه في طاجين درتو ملح كتبقى هي لطابة مسلوقة طابة مسوسة كتبقى مسوسة لا تجي بنينة خاصة ندير شوية ديال الملح باش جي بنينة وندير معها شوية ديال ديال ابزار وندير معا جوج الدرس ديال تمو نخليها كتسلق بالنسبة للماء ما نكترش الماء ندير غير القياس وإلا كنتي جاب دها مجمدة ما تديريش لما نهائيا مني كتسلق ليا كندوز لموسع العمل الفوق على القشرة دياله وكي بديت تحييد ليا كنعرف أنا رات سلقات كندوز كننقها كنحييد لها ديك تحت كتبرد مني كتبرد ليا هلي كنحييدها وكنحييد لها القشرة ديالها نحييد الشوك نحييد دك السلسول كي كل وسط وننقها مزيان من دك الشوك وكندوز كنوجد لاصوس ولا الشرمولة اللي عن شرمها فيها درت في إيناء أربعة طريوس ديالتومة دريسة ديالتومة خديتهم حكيتهم في الحكاكة ضفت عليهم القزبر والمعدنوس مقطعين مفرومين وبالنسبة لكرافس نخلي بحلكك ما نقطعش هنديرو فلوس ديال الطاجين بالنسبة لك ابيلا اللي كانت مجمدة ديرها في الكوكوت وطنجرة ديال الضغط ولا ديرها احسن ديرها في طنجرة ديال الضغط وكدري معا شوية ديال زيت المائدة وكدري معا الملح يبزار شوية الكامون وكتسدي عليها ودريسة ديالتومة كتسدي عليها وكدري صفارة وكدريها عافية مهيلة وكتخليها كتسلق غير في دك التلج اللي كتكون مجمدة فيه ركتجيل ديد وبلينة بزاف بحال ديك كابايل اللي كنشرو مصبرة اما لكانت بقية اللج ديال كتحيدي لها الراس كتحيدي لها دوك الحشاء ديالها وكتسلقها مع شوية ديال المو شوية ديال إبزار وشوية الملح ودريسات ديالتوم باش طيب بنينة تسلق بنينة الشرمو ندرت فيها الخارقوم عرق شوية ديال الملح إبزار معلقة ديال كامون وشوية ديال الماء معلقة مع مراش ديال مركز طماطم كنخلط الشرمونا مزيان وكنزيد لها واحد شوية ديال الماء وكنزيد عصير نص حامضة وزيد الزيتون أو زيت المائدة كنفضل أنا زيت الزيتون في أطباق ديال الحوت وديال السمك كتجي كيجي بنين عصرت نص حامضة بالنسبة للملحة ما نملحش بززاف لأن هاد كابايلارة تسلقات في الملح كتجي شوية بنينة غير القياس حتى كن نضوق مطيشة كنشد جوج مطيشات خديت جوج مطيشات وحكيتهم في الحكاكة كنخلي حتى كنديرها في الطاجين ما كنديرش في الشرمولة بعد موجة هاد الشرمولة كنناخد طاجين كنحط في الوسط ديالو الكرافس شوية ديال الكرافس مربط غير عريشات واللي عندو ورقة رند ورقة سيدنا موسى يدير واحد جوج ورائقات بدرت هنا يا شوية ديال زيت الزيتون الزيت العود هاديك الجوج مطيشات كندير نص في نص في طاجين ونص كنخلي حتى كنكبوه وفوق من كابايلة كابايلة اللي كندير في هاد الطاجين خاصة تكون كبيرة بالنسبة لكابايلة اللي كتكون رقيقة ما كديش كتفرتت وكتجي رقيقة بزاف كتلغ غير اللي درتيها الشريكات وقليتها أما كابايلة الكبيرة كتدير بحل كتاجين مع الخضراء والطاجين بوحده غير بلاسوس وكتديرها عود ثاني بحل إفيلة كتديرها في طنزرة ديال الضغط وكتدير لزيت الزيتون ورقة سيدنا موسى شوية ديال الزيتون وشوية ديال الثومة وشوية الملحة وكتسدي عليها على فيم هيلة وكتخليها حتى كالطيب وكتخليها حتى كالطيب تعري عليها وكتخلي ذلك الزيت كتحيدي منه واحد شوية وكتخليعتها كتبرد من بعد كتحطيها في واحد سوبيرا وكتضيفي على هذك الزيت اللي نقستي قبل ما تشربه قبل ما ينشف كوكوت مني كتبرد كتنشف سوف يكتخليها في طلاجة تدريها الوليدات وسط من الخوز وسط من الصوندويتشش كتجزوينة هذه فضلت أنا كندير لها بحلكة شرمولة ونديرها على الطواجين طيبتها على الفاخر على الفحم وجيت جبنين هالطاجين كندير داكلاسوس ديال ماطيشة داكما ماطيشة لي حكيت كندير من الفوق كندير الزيتون وكندير الكبار بالنسبة الكبار ما عرفش الاسم دياله بالفصحة مهم كيكون مخلل غا معروف في المغرب ونضع طاجين ديالي فوق الفاخر كي يطيب ريحته كتشهي ومع هاد البرد كي يليقى تحطي بحالة طواجينة تكون فيهم حال هاد انواعي حوت ولا صيبين بالكبار سخون كي يليقى البرد طواجين ديالي مني طاب دخلت الفران تحمر لي من فوق حتى تحمر لا نخليش فيه رغوة بزاف غير الزويتة اللي بقات الصحة والراحة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة